اهلا بيكم معانا مرة تانية بص انا غالبا من الناس القليلة جدا اللي بتبقى سعيدة لما اقرأ او اسمع او الاحظ انه تم اطلاق شائعة جديدة متعلقة بالاقتصاد او بالسياسة او ايا كان من مناحي الدولة عندنا في مصر سعيدة وصف بالشائعات طبعا اما ليه بص اسمع لما بتطلق الشائعة دي بتبقى فرصة اكتر من عظيمة واكتر من رائعة انك انت تقعد تشرح اللي حاصل مما ادى الى اطلاق الشائعة يعني تقدر تسبت تالت وامتلت بالحقيقة والرقم انه اللي اطلق الشائعة كذاب فببقى سعيد زي بالضبط كده مثلا مثلا في بداية الازمة الاوكرانية لو خدت بالك وترجع بزهنك لورا عشرة ايام هتلاقي ان فيه اكتر من صفحة اكتر من حساب سواء اذا كان على فيسبوك ولا تويتر وتويتر بالذات حبتين يبدأوا يتكلموا على انه هناك ازمة كبيرة للعالقين المصريين في اوكرانيا مصر اللي انت استطيع اجلاء ابنائها من اوكرانيا مصر مش هتعرف تنقذ المصريين اللي في اوكرانيا الحقونا يا خلقهو وأشياء من هذا القبيل صح؟ طيب لو انت رجعت بزهنك بالراحة هتكتشف انك قريت الكلام ده على فيسبوك وعلى تويتر بالتحديد وفي بعض الاحوال لو انت من متابعي تطبيق تيك توك فانت هتلاقي اكيد انك شفت فيديوهات كتير بتتكلم عن نسبك الحقونا يا جماعة ولادنا في اوكرانيا احنا مش عارفين وناس تانية تتفضل علينا بانها تشرح لنا الموقف وتقول لنا انه طبعا استحالة مصر هتعرف تنقذ ولادها اللي موجودين في اوكرانيا يعدي يوم في التاني وتكتشف بالواقع العملي ان مصر قادرة تمام القدرة في اطار كل حرصها على انها توجه رعايتها الكاملة للرعاية المصريين في اوكرانيا ونقلهم سالمين غانمين الى جمهورية مصر العربية مرة تانية مش بس كده ان مصر كمان بمنتهى الانسانية وبمنتهى الحكمة وبمنتهى التعقل توجه بتقديم كل الرعاية للاجانب اللي موجودين عندنا في مصر للاغراض السياحية الاجانب بشكل عام الاجانب حلو ومش بس الاجانب بشكل عام لكن بشكل خاص بالتأكيد السياح الروس والسياح الاوكرانيا كل ده في ظل الازمة الروسية الاوكرانية بتواصل الحكومة المصرية بتواصل جمهورية مصر العربية تقديم كل ما يلزم من مساعدات ودعم للسياحين الاوكران اللي انتهت فترة اقامتهم تبقى للبرنامج السياحي اليوم في مصر الدعم اللي قدمته الدولة المصرية بيتمثل فيه اكتر من حاجة واحد مد فترة اقامة السياحين الاوكران واللي انتهت فترة اقامتهم في مصر في نفس دات الفنادق المقيمين فيها وانه يتم تحمل تكلفة الاقامة من قبل الدولة في مصر كمان التوافق على تسيير رحلات من شركة مصر الطيران واير كايرو ليه لنقل السائحين الاوكران الى دول الجوار الاوكراني المستعدة الى استقبالهم وكمان هتتحمل الدولة المصرية تكلفة هذه الرحلات الجوية ده حرص انساني من مصر اللي من يريد ان يتحدث عن حرص مصر على حق الانسان مصر بتدور الحق الانسان في امنه الانسان ليس فقط هو الانسان المواطن المصري بل والمواطن الاوكراني اللي جاي كان منورنا في بلدنا لاغراض انسيحية مش بقولك بقى الجاليا اللي عايشة في وسطنا هنا لا حتى الناس اللي جاي تتفسح عاوز ترجع لدولة من الدول المحيطة باوكرانيا اهلا وسهلا على حسابنا هتكمل قعدتك هنا لحد ما يتم تدبير رحلتك اللي هتاخدك على هذه الدولة برضو على حسابنا يعني انا كدولة اتكفل بمصاريف مد الاقامة في نفس ذات الفنادق وانا كدولة ادفع تكلفة الطيران الى انتصل الى البلد المبتغى برضو باذن الله بالسلام وبناء على ده ايه اللي حصل هل ده مجرد وعد اطلاقته الدولة في مصر ولا انه واقع ملموس وحصل لا هو حصل حدث فعل ماضي لحد دلوقتي تم نقل حوالي 4000 سائح اوكراني وبيتم اتباعا الاستمرار في تسيير هذه الرحلات الجوية ليه لانه انت كدولة مؤمنة بتخفيف المعاناة عن الناس سؤال هو مصر تلقت فلوس معونة من الاتحاد الاوروبي حتى تستطيع انها تمد الاقامة في الاوتلات او تبعت الاوكران على الطيرات المصرية على حسابها لا في دول كتير بصرف النظر مين هي الدول في احيان كثيرة زي ما حصلت الازمة السورية على سبيل مثال خدوا من اليوروهات مليارات يعني في دول تلقت فوق الخمسة مليار يورو علشان تستقبل اللاجئين السوريين هنا بقى المعاملة كانت حالوة المعاملة وحشة دا حدوتة تانية لكن مصر الحقيقة ما استقبلتش سنت واحد ومش عاوزة ومش فارق معها مصر بتتعامل بمجموعة من المبادئ الثبتة التي لا تحيد عنها دي مصر تبقى الليمانيتون السمنودي هذا المؤرخ العظيم يعني اللي ظهر في العصر البطلمي اللي هو مقره حاليا منطقة او يعني ظهر فيه مدينة سمنود كما نعلمها نعلمها الآن وفيه متحف صغير كده ليه اتمنى ان هو يبقى متحف كبير ومهم ويتحول لوحدة من اكاديميات اكاديميات المهمة والكبيرة في الدنيا لدراسة علم المصريات او الايجيبتولوجي لان مانيتون دا مهم جدا 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 بس مش دا موضوعنا فمن اول ما مانيتون او تبقى مانيتون ارخ لمصر انها دولة دولة بمؤسسات وجيش بقالها النهاردة اكتر من 860 سنة حلو؟ طيب وارجع لدكتور وسيم السيسي كمان لو حبيت يعني المهم يا سيدي في 8000 سنة دول مصر ولا مرة حادت عن هذا المبدأ الا وهو انه الانسان قيمة تحترم وبالتالي مصر لما تستقبل زمان اخوانا من العراق دون قيد او شرط مصر لما تستقبل اخوانا من سوريا دون قيد او شرط مصر لما تمدد ضيافة مش هقولك اقامة ضيافة الاوكران في القتلات او في الفندق المصرية على حساب الدولة دون قيد او شرط مصر لما تاخد اخواتنا في الانسانية الاوكران علشان يرجعوا الى بلاد قريبة من وطنهم الام تبقى اللي اختيارهم بالمناسبة يعني على حسابها دون قيد او شرط دون ان تطلب دون ان تتسول دون ان تمد اليد مصر بتعمل ده فقط لانها مؤمنة بقيمة الانسان ودي حاجة مهمة جدا لازم حضرتك تبقى شايفها وحاطت بس عينك عليها وعد تصور هو فيه كام الف اوكراني هيكلفه الدولة قد ايه ما بين اقامة وصفر القصة مش في الفلوس القصة في المبدأ ودي حاجة مهمة القصة في المبدأ هضرب لك مثلا قد يكون مش هو حضرتك راجل معك ارشين في جيبك مهماش كتار وصدفت شخص يحتاج شيء ما شيء ما ملح فليكن دوى مهم جدا لحياته فلتكن شربة ماء فلتكن اكلة ماء فحضرتك تكتشف انه تكلفت ده تقريبا نص اللي في جيبك مثلا ربعه ايا كان انت في احتياج لكل مليم لكنك لا تبخل على هذا الشخص وبتديله فلوس هو انت منتظر يردها لك لا مديهاله على سبيل السلفة لا مديهاله علشان يمكن يقف جنبك قدام لا انت تبتغي رضا ربنا سبحانه وتعالى انت تحترم الانسان لانه ربنا وصاك باحترام الانسان الانسان بنيان الله لعن الله من افسد بنيانه دي حاجة موجودة جوه الوجدان والعقل المصري طول الوقت وده اللي عملته مصر في هذه الازمة طيب واحنا بنتابع مع بعض الازمة الاوكرانية اقدر اقولك انه زعيم الحزب الحاكم في اوكرانيا لانه قداما هيبقى ده السؤال يطرى الازمة الاوكرانية الى اين زعيم الحزب الحاكم في اوكرانيا اعلن ان الجولة التالتة من المحادثات مع روسيا هتعقد يوم الاثنين بعد بكرة ان شاء الله طيب من ناحية اخرى هل هذه المحادثات سوف يحضرها الرئيس الاوكراني زيلانسكي ولا لا محدش عارف روسيا من جهتها بتقول ان زيلانسكي هرب على بولندا اوكرانيا من جهتها بتقول لا زيلانسكي لازال موجود في كييف الواضح للجميع ان زيلانسكي يوجد او متواجد في مكان امن يبث منه بعض المقاطع طيب ايه تاني حاصل في هذه الازمة النهاردة بدأت مدينة ماريوبول الاوكرانية في اجلاء المدنيين منها قبل اعلان وزارة الدفاع الروسية استئناف العمليات العسكرية في مدينة ماريوبول الاوكرانية وزارة الدفاع الروسية قالت انه فشل استمرار عمليات الاجلاء بسبب استغلال من اسمتهم بالمجموعات القومية لتلك الهدنة دول اللي هما موصفين ما بين قوسين انهم نازيين جدد ودول الموصفين ايضا ما بين قوسين ان هما من ساعدوا قوات النازي في مرحلة الحرب العالمية التانية وكانوا متشددين متعصبين متطرفين الى اخره ده الوصف الروسي ليهم وفيه هناك الكثير من الاحداث اللي بتدلل على ذلك سواء اذا كان ايام الحرب العالمية التانية او في وقت الازمة الراهن النهاردة كمان بتكشف وزارة الدفاع الروسية حصيلة ما تم عسكريا في اليوم العاشر من العملية العسكرية اللي شنتها روسيا على الجارة الاوكرانية ونقلت وكلة انترفاكس للانباء عن وزارة الدفاع الروسية انها قالت نصا القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق في اوكرانيا استولت من خلاله على عدة بلدات وقراء طبقا للي قالت وزارة الدفاع الروسية بتضيف الوزارة بتقول بالمناسبة تم اسقاط اربع طائرات مقاتلة اوكرانية من طراز سو 27 في معركة جوية ارب زايتومير على بعد حوالي 100 كيلو متر غرب العاصمة الاوكرانية كييف طيب وكالة تاس للانباء قالت ان القوات الروسية دمرت 69 طيارة على الارض و21 طيارة في الجو منذ بدء العملية العسكرية تجاه اوكرانيا في 24 فبراير الجاة اللي فات تخالد كنت اقولك الجاري بيعتبر ان انا حابب فبراير يعني من ان عادة ما فيش حد بيحب فبراير وان كان ايد ميلادي في فبراير المهم مش ده المو بتتحك تتحك على ايه فقه بياتحك حد من زمان يوم السبت كمان اعلنت ايوا انت ما ببصر جنبك ده العادي بتاعي ما تتخدش السبت كمان اللي هو النهاردة بتعلن وزارة الدفاع الروسية سيطرت قوتها على قعدة بالقرب من قرية رادنسك في مقاطعة خرسون وطبعا احنا عارفين ان مقاطعة خرسون لها اهميتها الاستراتيجية سواء اذا كان لدى الاوكران او لدى القوات الروسية اللي عايزة تسيطر عليها في بيان وزارة الدفاع الروسي قالت كالقاتي الجيش الاوكراني ترك معداته وما وقعه على عجل يعني ايه يعني ساب كل حاجة مختفى لافتة انه من بين هذه المعدات دبابات من طراز تي 64 و تي 80 ونقلات جنود ومدرعات يعني اسلاحة تقيلة طيب يوجد في القعدة مستودع للذخيرة وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقزائف هون وحوالي اربعة ونص الف طن زخير مدينة خرسون اللي حضرتك عاوز تعرف ايه اهميتها الاستراتيجية سواء اذا كان بالنسبة لاوكرانيا او بالنسبة لروسيا هي موجودة في جنوب اوكرانيا هي مينة مهمة على البحر الاسود وعلى نهر دامبر دامبر دا بالمناسبة هو اللي بيقسم اوكرانيا بالطول شرقا وغربا يبقى احنا كده فهمنا ايه اهمية مدينة خرسون اللي افتقع في هذا الجنوب الاوكراني مطلع على البحر الاسود يعني مينة شديدة الاهمية من ناحية تانية هي المدينة التي منها ينبع هذا النهر اقسف التي يصب فيها هذا النهر ومنها يتجه شمالا او منابع الشمالية فيقسم اوكرانيا بالطول شرقا وغربا افهمها انت بقى دي وبيعيش فيها حوالي 300 الف نسمة هي عاصمة يعني المدينة عاصمة لمقاطعة خرسون طيب خرسون دي برضو هي فين واللي انا عم يوسف اقول لك هي تقدر تقول كده ايه لزء الحيط في الحيط مع شبه جزيرة القرن واللي سيطرت عليها روسيا سنة 2014 ثم جرى الاستفتاء بانضمامها الى الاتحاد الروسي بتعتبر خرسون اكبر مدينة تسقط حتى الان بيد القوات الروسية اهميتها زي ما كنت بقولك هي انها بتقع على مصاب دهر دامبر بتطل على بحر اوزوف من الجنوب الشرقي بحر اوزوف طبعا هو المتاخن للبحر الاسود ومنه الى المياه الدفئة في البحر الابد المتوسط وبتطل من الجنوب الغربي على البحر الاسود نفسه بسيطرة روسيا عليها معناها انه روسيا تستطيع الان عبور نهر دامبر شمالا تتجيب الشمال اللي بيقسم اوكرانيا الى اتجاهين الشرق المتاخن لروسيا والغرب في اتجاه دول الاتحاد الاوروبي ومنها تستطيع حصار كييف ومهاجمتها من اتجاه جديد اه وصلتك الدنيا طيب بكرا لو كان لنا عمر نشرح دا على الخريطة مع المستجدات اللي ممكن يأتي بيها الغد احكاية الاشعاعات يا يوسف اقولك بقى بقى احنا اخي نصح الصبح نلاقي انه في كام شائعة ماشية قاعدة عمالة بتنتشر النار في الهشين والنوع دا من الشائعات يؤدي الى التزحم والتوابير فيجي يقولك يا جماعة بص دا مفيش بنزين او اقولك دا البنزين وحش سيء مش ممكن حاجة بايزة تماما اقعد حطه بنزين يا جماعة طيب لما ما نحطش بنزين ايه اللي هيحصل عربياتنا هتقف في الجراجات او تحت العمرات ومنها هيحصل تكدس على وسائل النقل ومنها يتسبب في ازمة داخل وسائل النقل بتظهر شائعة جديدة انه منظومة النقل المصري فشلة في انها تقل الناس من اماكن اقامتهم الى اعمالهم او لزياراتهم الاخ الاخ يعني شائعة من النوع اللي يضرب في كزا حدة هو فيه مشكلة في جودة البنزين المصري لا طيب احنا معنا مهندس محمود ناجي معاون وزير البترول اهلا بيك باش مهندس اهلا وسهلا بحضرتك ازاي الصحة كله تمام؟ كله كويس والله يا حمود وازاي صحة البنزين كده؟ والله صحة البنزين كويسة جدا يعني احنا دايما بنحافظ عليها من الشائعات اللي كل فترة بتستهدف صحة البنزين من كل فترة للتانية زي ما حضرتك قلت كده بغض النظر عن الغرض ايه من الشائعة فدائما وابدا يعني من منتظرات طويلة كل فترة تطلع ان البنزين في مشكلة البنزين مش مطابق بعضها ممكن تكون حاجات تدعائية بعضها ممكن تكون نشرة اخبار سلبية زي ما حضرتك قلت منها هداف تانية اخرى باجندات اخرى لكن في الاخر احنا بنقول لا والله احنا البنزين بتاعنا وكل الجهات القائمة على انتاج البنزين دي جهات موجودة باننا مئة سنة بمنظومة الرقابة دايما بيتم تحديثها وبنتواكب مع كل الحاجات العالمية ومع الجديد في عالم الصلاة العالم وعلى مستوى الوحدات الانتاجية وخصوصا خلال الخمس سنوات الاخيرة احنا يمكن حدث تطوير كبير جدا في وحدات الانتاجية وتم ادخال مصافي تكرير جديدة من خلال عدة مشروعات يعني الحمد لله رب العالمين متكلفة مليارات 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 دولارات يعني عشان نقدر ان احنا نوفر البنزين ونوفر جزء من الاحتياج المحلي للبنزين ونقلل اعتمادنا على الاستراض الخارجي بجودة مناسبة واستخدلنا فيها احدث انواع التكنولوجيا على مستوى العالم واحدث انواع الوحدات ودايما فيه تنسيق لانت عارف حضرتك العملية انتاج البنزين دي عملية معقدة جدا مش مجرد نوعه بيطلع من مصافي التكييري بشكل مباشي لا ده فيه اكتر من وحدات وفيه اكتر من مرحلة بيمر بيها وكل مرحلة عشان نقدر نسلمها للمرحلة اللي بعدها لازم نتأكد من جودة المدخلات لان اي حيود او اي تغيير في المواصفات المادة التغذية ده يؤثر على الوحدة الانتاجية ذات نفسها ويعمل فيها مشاكل ويعمل فيها تدمير ناخد وقت طويل جدا عشان نقدر ان احنا نصلحه يعني طبعا ده انتاج البنزلي ان احنا بنتجه دلوقتي بشكل مباشر احنا هنا في مطر ما بنستخدمش اي انواع من انواع الاضافات لرفع درجة الوكتين يمكن من عشرات السنين لان ده لها تأثير بيئي وليها تأثير على صحة المواطنين ويمكن لها تأثير على المدى الطويل على المحركات وعلى السيارات والممتركات العامة فيمكن احنا ده من زمان جدا وانحنا لغينا هذا الموضوع ومنستخدمه خالص فكل انتاج البنزلي ده بنتج سوء المحل يتم طرحه في الاسواق ده بيتم مباشرة من الانتاج والخلط بدون اي اضافات وبدون اي معادن وبدون اي حاجة ممكن تكون لها تأثير خارجي وبدون مدخل خارجي على العملية الانتاجية اذا اشاعة كاذبة جملة وتفصيلا طبعا حضرتك يعني هو طبعا السبب في هذه الاشاعة والحادث اللي داير يمكن فيه خطاب موجود متداول على صفحات التواصل الاجتماعي الخطاب ده بيتكلم على ان فيه معادن او فيه بعض انواع المعادن موجودة فيه انواع الوقود وديه محركات طبعا انا بغض النظر انا مش باخد في صحة او عدم صحة الخطاب لكن انا بتكلم فيه مضمون الخطاب هو متركز او متحور حول محور واحد فقط اللي هو الاضافات اللي موجودة في البنزين انا بس حابب اوضح كمان ان مش اي حد او ان انا مقدرش ان انا اخد عينة وتطلع نتائج بتاع التحليل العينة دي دقيقة الا اذا كانت العينات تتخذت بشكل سليم وتتاخذ بشكل سليم دي بلازم تتاخذ من مصافي التكرير او من شركات التوزيع او من محطات الوقود وطبعا ده بيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية اللي هو وزارة البدرول والصرار المعدنية الهيئة المصرية العامة للبدرول عشان نقدر ناخد العينة بشكل مناسب لان العينة لها تكنيك معين في سحبها عشان تطلع عينات ممثلة عشان نطلع تحليلها ضافية لكن احنا طبعا بنتوقع ان اي عينات ممكن تتاخذ دي بتتاخذ من محركات محركات عربيات او التنكات بالضبط وده اكيد انت حضرتك دخل فيها طرف اخر اضافة اخرى موجودة بتتباع في الاسواق في غض النظر عن مش بناخد ان هي سريمة او لا لكن كل اضافة او كل حاجة بتخش في عملية الاحتراق او بتخش في المحركات دي لازم بتبقى بقدر وبحساب مناسب عشان خاطر ما تعملش نتيجة عكسية من الهدف اللي هي معمولة علشان يعني الهارضة لما يكون عندي اضافة بتقول ان انا انت عارف حضرتك الاضافات دي بتتعامل بجزء في المليون يعني بنكلم في ثلاثة جزء في المليون اتنين جزء في المليون فانا لو زودت عن الدوز المحددة او الجرعة المحددة للاضافة عشان تعمل غرض منها ده ممكن يجيب نتيجة عكسية ويقدي ان يبقى فيه منجنيز او معادن تظهر في التنكات او في خزانات ايوة فيه ناس كتير بتاخد بعضها بتروح تشتري اوكتين بوستر يحطه مع كل تفويلة عمليا هو ده بيبوز طقم الرشاشات بتاع العربية بقصة حضرتك احنا مش هنقول ان هو احنا مش هنشكك فيها في الفيه احنا بتقول ان هو استخدامه بغير الطريقة المخصصة لاستخدامه والجرعة المخصصة اللي مقبودة عليه ده يضر اكتر من الفيات صحيح نتعرف حضرتك المواتير لها درجات حرارة معينة وليها ظروف اداء تشغيل معين وليها نوع وقود ونسب خلط البنزيل اللي هو بشكل معين عشان اداء المطور او اداء المحرك يتم بالشورة المثالية او بالشكل المناسب فيه فانا لما بلعب في اي حاجة من المكونات بيحصل بيحصل اختلاف ده كمان ان مش هو ده بس الحاجة الوحيدة بس يتأثر بها عملية الاحتراق وصحة المطور في انواع وفي حاجات اخرى موجودة فنية وتقنية بتؤثر على اداء المحرك ويممكن يسبب مشكلة للمحرك صحيح انا بشكرك جدا بشوانس محمود ناجي معاون وزير البترول نصيحة بس كده لوجه الله يعني انا راجل احب العربيات جدا طول عمري يعني من اي اما كان عندنا عربية 128 برضو بحب العربيات ليه ما اعرفش زي كل رجال غوين عربيات زي زمان جدا كانت ناس غوية خيل يعني طبيعي المهم فاقدر اقولك بمنتهى البساطة والارحية الاستخدام المفرط لمسألة الاكتين بوسترز او الحاجات اللي هي فوضة انها تحسن من جودة البنزين وترفع الاكتين بتاعه واستخدام الانجين فلاش اللي مش عارب ينظف الكرتيرة بتاعة الزيت واستخدام المفرط دون الرجوع للتوكيل انا بقولك اوه تاني هيبوز لك العربية وهيسبب تأكل في المحرك وهيسبب تأكل فيه طقم الرشاشات او البخاخات اللي هي البتاعة ده يسمى الانجكشن طقم الانجكشن بتاع العربية انا بقولك الكلام ده من بق المصنعين يعني ده من بق اكبر مصنعين في الدنيا يعني انا مرة في 2015 كنت في المانيا واتشرفت بمقابلة سريعة جدا على الطير يعني على الواقف كده مع ممثلين عن شركة من الشركات الصناعة السيارات الفارعة الألمانية وسألت تحديدا على الموضوع الانجين فلاش وعلى موضوع الاكتين بوسترز ده فترد علي بالزبط كده اولا ما بتتحطش مع كل تفويلة اتنين لازم تتحطت تحت ظروف معينة وبطريقة معينة تلاتة الافراد في استخدامها بيبوزلك الموتور انت بقى عايز تبوز موتورك وترجع تقولي اصل البنزين بوزلي العربية واصل الزيت بوزلي اللي مش عارف الكارتيرة واصل دي قصة تانية خالص احنا هروح لفصل صح؟ صلاح؟ آه صلاح انا عجبني اللقاء بتاع صلاح لانه صلاح اتكلم فيه من القلب حدوتة انسانية من طقطة لسلامه عليكم قصة محمد صلاح القصة الملهمة ودي القصة بالمناسبة الاكثر الهاما حاليا ليه؟ لانه فيه اطفال صغيرين كتير جدا رياضيين بيحبوا يلعبوا كرة قدم بالتحديد وهم بيلعبوا في بعض الفرق بتاعة نوادي مختلفة مش بس في الاهلي ولا بس في الزمالك ولا بس في المقاولين ولا في المصري نوادي كتير نوادي الكرة اللي موجودة او النوادي الرياضية اللي فيها نشاط كرة قدم الولاد حطين عينهم على صلاح مش باعتباره النجم المصري محمد صلاح لا ده باعتباره الشاب المصري اللي فتح بوابة العالمية في احتراف كرة القدم على مصرعيها الشاب المصري اللي فتح بوابة الكرة العالمية مش بس للعيبة الاهلي والزمالك لكن لأي نادي الشاب اللي فتح بوابة الكرة العالمية على مصرعيها ليصبح واحد من أفضل ثلاث لعيبة في العالم تاتش وود ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله وبالتالي صلاح رفع البنشمارك بتاع العالم الصغيرين اللي بلعبوا كرة في مصر دول ده مش بس كده ده اللي ما بيلعبش كرة أصبح بيبص على محمد صلاح يبص على بيج رامي يبص على الناس بيقولك الله ده احنا نقدر نوصل للعالمية هو فالحالة بتاعت محمد صلاح هتلاقي شاب مصري أو خلاص بقى ده بقى 30 سنة رجل مصري زي ما الكتاب بيقول لطيف مهزب ودود متواضع ملتزم هادئ رب أسرة ابن بار مواطن صالح لما تيجي تشوف بقى العالم اتكلم على حوار أو الحدوتة بتاعت محمد صلاح عاملة ازاي لما تيجي تشوف فيه كم جورنال وكم مطبوع وكم مجلة وكم موقع وكم صفحة فيسبوك القصة فعلا هتحتاج حلقات لو انت عاوز نقرالك كل ما نشر عن صلاح فيها حلقتين ثلاثة لو هنقعد نشرح ونقرأ بالراحة كده يعني واخد بالك فارجع اقول لك انه القصة تستحق ان احنا ينضم لينا عبر زوم ايضا كابتن ابراهيم هالهول المدرب المصري بالاتحاد الانجليزي من نيو كاسل بالمملكة المتحدة اهلا بيك يا كابتن اه مساء الخير اه استاذ يوسف في حيات الحضرتك في حيات الاستاذ المشاهدين في حيات الاصلة البرنامج انا سعيد والانترو جميل جدا فعلا حدوكتها جميلة جدا استاذ يوسف انا على فكرة انا كلمت حضرتك من اكتر من عشرين سنة لما كنت في الستوديو الفضائية وما كانش لقين مزيع اه 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 او او كان في حد من ال ما 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 يعني مش موجود وانت ده دخلت وقدمت حلقة كده ايو لان كان زميلة مكنش موجود اعطي كانت سامح لعنانة او احد جدا وكان ليه الشرف ان اكلمت حضرتك ده اخر مرة كنتكلمنا مع بعض زاكرتك احسن مني مليون مرة صح هذا مرة مرة قدمت برنامج رياضي بدلا من زميلي يسامح فعلا ده حقيقي ها تصدق انت وحشني ده من اكتر من عشرين سنة مزبوط كده كابتن يوسف ودلوقتي اشوفك مدرب عالمي في الاتحاج الانجليزي شوف القد كده شرف ليه طبعا لا ده احنا اللي متشرفين بيك زي ما احنا متشرفين بمو صلاح مو صلاح زي ما احنا زي ما متشرفين بنني زي ما متشرفين بتريزي جي النماذج الرياضية المصرية اللي بتوصل للدرجات دي بتفرحنا قوي وبعدين انا بالذات ابقى فرحان حبتين بما ان احنا نعرف بعض بقى انا دلوقتي عشرين سنة يا بغتي بالزبط كده شرف ليه طبعا ربنا خليك يا كابتن ابراهيم قولي بقى هو نيو كاسل بيشجعه صلاح برضو ولا ما لازم يبليفرده فقط بيحبه صلاح كله هنا بيموت في صلاح كله هنا بيحبه صلاح جدا صلاح في كل بات في انجلترا في كل مكان في كل نادي صلاح في الاتحاج الانجليزي احنا يا مستر يوسف المحاضرين والمدربين بيجي جوبونا نمازج يعني اثرت في الكرة في العالم وفي انجلترا وبجونا محمد صلاح وبيتكلموا عليه ان هو رجل ملهم وازاي جاي من قرية النجريج اللي بقى احسن لعب احسن ثلاث لعباء في العالم بيدونا مثل واني محمد صلاح ازاي عنده تحديات ازاي خد كل الرحلة دي بجمالها بحلوتها من تعب بعرق بمجهود بحرمان بكل حاجة ومشرحوها صلاح موجود في كل مكان صلاح النهاردة بقى ايكونة ملهم صلاح من شاء الله مشرفنا النهاردة لما بتقابل صلاح اكيدك بتقربل اخوك بتقابل ادن خالتك بتقابل حد تعرفه بقى لك سنين رجل متواضع جدا عشان كده ربنا ببركته انا عايز اقول لحضرك ان الحوار شاير وجميل جدا وطبعوا الملايين من الجماهية حتى العابة ليفربول تبعوه وكمان بنشكر النجمة الكبيرة بنشكر القناة الاولى والنجمة سعاد يونس الجميلة اللي بحبها ان هي يعني خدت الحوار اكن قاعدة مع حد كده يعني قاعدة جميلة بعيد عن اي حاجة خلت محمد بمتأثر جدا بالحوار وعلشان جدا ان الحوار نجح بطريقة وبشكل كبير جدا وده من اكوى الحوارات مزكر يوسف اللي عملها محمد صلاح من وجهة نظري حوار قوي جدا طبعا تمانت كان يعني الجرائد والليفربول ايكو والجرائد العالمية اتكلمت على ان محمد صلاح تصدم بالبالون دور لما طلع رقم سبع وطلع السبع قالك يعني انا انا اتصدمت اتشوكين يعني فتكلموا عن حيطة دي اكتر والناس كلها هنا يعني اتعاطفت جدا ان محمد صلاح المفروض كان ياخد احسن لاعب مع ان هو كان متقلق وكان يعني رقم واحد وكان بيعمل كل حاجة وان شاء الله تيجي اللي جاي احسن محمد صلاح بقول لحضرتك في الحوار انا لو ميت ناقض بيكلموني انا 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 مشايف الناس دي انا شايف اللي قدامي انا بعمل ايه انا كل يوم بقوم من نوم حاسن انا احسن لاعب في العالم يعني النهاردة اشوف السكر اللي عنده النهاردة اللي عبز وغيره كمان عندي في النادي انا بدلهم يعني وانا بشرح لهم كده بقولهم ده نموزة بدأ صغير جدا وكبر انت كمان تقدر تعمل كده فاحنا هنا في الاتحاد الانجليزي في الكرة الانجليزية في الاندية بناخده النهاردة كملهم كمثال للتحديات الرجل نام ميستر يوسف في الملعب مش لقى مكان ينام فيه وقال الكلام كتير يعني فالنهاردة اللي عيدها المفروض تتعلم الصغيرة اللي عايزة تبقى تبقى يبقى عندها تارجد وعايزة تتوصل العالمية يعني ما تقفش تبص لكل يوم لبكرة ما تنرجعش الورا اي اي معوق اي حاجة هتقابلها ان المهم يبقى عنده تارجد والتارجد ده لازم يمصل طب قولي يا كابتن الصحافة الانجليزي على وجه الخصوص شافت الحوار بتاع محمد صلاح ده من انهي زاوية لا ده 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 حوار ده حوار حوار يعني جميل جدا يعني انا مش قادر اقولك ان 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 كل الزاوية يعني اشوفهم زاوية افترة جدا ان سواء عن المستوى العائلي على المستوى الرياضي على مستوى الانساني على مستوى التحديات ازاي من بدأ من ان هو كان قاعد في تشيلسي وخلاص وبدأ ان اسمه يتنسب وبدأ ان هو ياخد قرار ان هو يروح اه ويبدأ تاني ويرجع ويثبت والكورة هنا في انجلترا ان هو جاتل ان هو يلعف ears ان هو يوصل لاحسن самого العالم دلوقتي لأ الموضوع كبير الموضوع يعني اخذ وقت واتعج وع جهد وكل حاجة زبا اخذ كي عايز تقول دول لأ احنا عندنا اسم كبير جدا في كل ما كان هنا في انجلترا في كل حتة عارفين يعني اين محمد صلاح خلينا أقول لك أن أنا يعني وأنت معا أنت أخذ بي يعني صديق ليا طبعا عايز أقول لك أن حارس مربو منتخب إنجلترا صديق ليا جوردون بيكفرد بيقول لما لما كرة بتروح لمحمد صلاح في رجله بيبقى فيه عندي نايت مان أنت متخيل لما كرة تبقى محمد صلاح وهو رايح يقابل أحسن حارس هنا عندنا في إنجلترا اللي هو جوردون بيكفرد بيقول لك أنا نايت مير نايت مير يعني يبقى خلاص يعني الدنيا بسودة خايف مش عارب كرة تروح لفين أخي أقول وقل عظيم ده يعني الصور طبعا موجود أنا وجوردون في أكتر من مناسبة يعني كمان عايز أقول لك قال لي نفس الكلام قال لي كرة بتحب كرة بتحب تروح لرجله والكرة بتحبه جدا عايز أقول لك قال لنشير النجم إنجلترا قال لي ده هيكون إحنا كمحللين مش عايزين يمشي للدور الإنجليزي بيتزيد بيزيد الدور الإنجليزي بيزيد في كل حاجة يعني هو محمد صلاح بقى دلوقتي بقى اسم كبير بقى براند فالبراند دوت هم كمان إنجلترا عايزين يحافظوا عليهم علشان يزود من تسويق الدور الإنجليزي ربنا أراد له كده أنا عايز أشكرك جدا 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 على إنك فكرتني ده يام حلوة ده أولا سانيا على إن إحنا التقينا بعد عشرين سنة وأشكرك مرة تانية على مدخلتك معنا عبر زوم وقريبا بقى نقابلك هناك في إنجلترا كده ونقعد في المدرجات وانتبع التدريب وحاجات زي كده ومين عارف يبقى لنا حظ إحنا كمان نقابل صلاح قبل ما هروح للفاصل عايز أقولك حاجتين حاجة منهم متعلقة بالتأكيد بالحوار اللي أجرته أستاذة إسعاد يونس صديقتي العزيزة اللي أكبر ماني باربع سنين ونص بس هي فكرة العفوية المطلقة والأداء الطبيعي لحد آخره مع صلاح العفوية دي والطبيعية دي اللي عملتها إس كما تحب أن تنادى أستاذ إسعاد هي اللي خرجت من صلاح كل لو صح التعبيل كده باللغة العربية الصلاح الفصحة مكنونة فؤاده خرجت من صلاح كل حاجة تجربته حياته ومعاناته وإصراره صلاح قصة المعاناة والإصرار والإيمان والحلم خد بالك صلاح لم يحبط لأنه كان يروح كل يوم على النادي ووالدته تبقى قال أنا عليه فيقول طب خلاص خليني قاعد جنب أمي علشان مقلقاش فكان يطمنها قدر الإمكان وصلاح لم يحبط لأنه كان ينام على الأرض قدام بوابة النادي الدنيا بقى صيف الدنيا شتة هو قاعد عايز تمرينه وعاوز يحضر مبارياته صلاح لم يحبط لأنه كان ياكل وجبة كشري وحيدة في اليوم 8 جنيه صلاح لم يحبط عندما باعه النادي يعني باعه اتباع مش اتباع يعني حاجة وحش اتباع عرضة للبيع مع أنه كان أمله يلعب في الأهلي أو في الزمالك لم يحبط لأنه الأهلي والزمالك ما خدهوش لم يحبط لما قاعد على الدكة في تشيلسي لم يحبط لما لقى نفسه بيتباع مرة تانية ويروح على إيطاليا لم يحبط عندما يصل إلى ليفر بول ويواجه بمجموعة من الأساطين إذا صح التعبير في لغة في قصدي في كرة القدم ويكبر وسط عملقة كرة القدم الإنجليزية فيبقى نمر واحد صلاح اتحول لبعبع الشبكة بعبع حراس المارمة وبقدر ما هو بعبع الشبكة وبعبع حراس المارمة بقدر ما هو النجم المحبوب لدى كل لعيبة كرة القدم في إنجلترا وفي الاتحاد الأوروبي وفي العالم يعني منين تبقى أنت اللاعب المرعب جدا وفي نفس الوقت الشخص المحبوب جدا صلاح تركيبة لازم تدرس كويس قوي عشان نقعد نفكر هو إحنا ينفع يبقى فيه عندنا صلاح تاني وثالث ورابع وعشر ومية والف وعشر تلاف علشان نوصل لدى هنعمل إيه حاجة اسمها صناعة البطل جزء من بدايتها تفصيلة من تفاصيلها دراسة صلاح إدرس صلاح كويس التركيبة على بعضها بعبع حراس المارمة والنجم المحبوب أو الأكثر حبا في قلوب الجماهير واللعيبة معا التناقض ده مسير مزهل يشكر أيضا بالمناسبة في هذا الحوار اللي اتعمل أو يعني أجرته سيدة إسعاد مع نجمنا محمد صلاح أنه الشركة المتحدة الشركة المنتجة والعارضة لهذا البرنامج ولهذا الحوار وهذه الحلقات لم تبخل يعني أسهل حاجة في الدنيا أنت كنت قلت ليه يا خبار ربي يا دياتار هيبقى تكلفة الحوار ده قد إيه أكيد صلاح هيبقى له مبلغ أكيد تكلفة السفر أكيد المشعر كل الكلام ده بجانب أنك تقدم رسالة حلوة ممتعة مفيدة حدوطة صلاح دي مفيدة حلقة صلاح دي أحلى حلقة أو أحلى حوارة عمل مع صلاح جو مصر وبرة مصر أحلى من أي حوار صحفي أحلى من أي حوار تلفزيوني فلو إنه ولولا إنه تحديدا المتحدة لم تبخل في ذلك ما كناش شفنا حدوطة ملهمة ممتلئة بالتفاصيل شديدة الإنسانية وحقيقية لأبعد الحدود محمد صلاح فاصل ونكمل الكلام رمضان رمضان اللهم بلغنا رمضان دون أي مبالغة ومن غير هزار وبجد من قلبي أنا من الناس اللي تحب رمضان حب غير طبيعي بحبه ما عرفش ليه وهتيجي تقولي يعني إيه ما تعرفش ألاست مسلمة يا عم أيوة موها مسلم ومؤمن وبصوم رمضان تقريبا من أننا عندي سبع سنين مش دي القصة هي القصة بالنسبة لي أن رمضان حالة كده موجودة في مصر مش بس الحالة الروحانية الحالة الدينية رمضان حالة مصرية ما هو رمضان موجود في كل الكرة الأرضية وهناك مسلمين في شتى بقاع الأرض رمضان في مصر حاجة تانية يعني لما تيجي تسأل إخوانا وأصدقائنا وأشقائنا مثلا في أي دولة عربية تقولوا تحب تقضي رمضان فين أول حاجة هيقولها لك أقضيها في مصر رمضان ده لو مش هنعمل عمر رمضان يعني ده موضوع تاني لكن بعيدا عن المناسك رمضان في مصر مفيش زيه وبالمناسبة بالذات رمضانين أو بقضي منطقتين رمضان في القاهرة ورمضان في طنطة شيء لله يا سيد يا بدوي اللي اتنين دول فيهم رمضان حاجة تانية خالص تحس بكل حاجة من بتاعت زمان بفتكر فيه طفولتي وانا صغير بس دي حدوتة تانية عندما نقبل على رمضان لازم دايما نسأل ايه الأخبار السلع المنتجات آآ أمر الدين الطمر اسمو إيدا التمور وطمر هندي آآ مش نقلش أسمك في رمضان آآ مثلا نسأل على أسعار الزيوت نسأل على أسعار التمور نسأل على أسعار أسعار المكسرات اللي ربنا فتحها عليه يعرف يجيب مكسرات حاجات من هذا القبيل أمر الدين طبعا حاجة جميلة طيب يا رب وسع على كل خلقك خلونا نحاول نفهم تفاصيل حول استعدادات وزارة التموين لرمضان هيبشرونا بالخير أنا متأكد مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أهلا بيك يا بشمونس أهلا بسيخ رزيس ومسيخ رعلا مشاهدينك الكرام وكل لسانة مشاعب مصر بخير اللهم أشي إن شاء الله اللهم بلغنا رمضان يا بشمونس اللهم أمين إن شاء الله طمني على استعداداتنا الرمضان والمعارض بقى الحلوة اللي المواطن ينزل يقدر يشتري من غير ما الميزانية بتاعته تخستع تماما إن شاء الله شهر رمضان كل سانطرين هيدأ المعرض الرئيسي تحت رعاية دولة مجلس الوزراء ومعاني الوزير التمويني التوفير على المسالحي ومعاني وزير التجارة والصناعة الدكتورة نفين واتحاد الغرف التجارية في أرض المعارض يوم 24 مارس حتى 1 إبريل بتخفضات من 20% لـ 25% يتزامن معاه المعارف الجميع عن حق المحافظات حيث تم الاتفاق مع الوزير التموين والساد المحافظين بإنشاء معارف الجميع المحافظات ومعارض فرعية في المراكز التابعة لها بجانب سيده إن شاء الله هذا العام يكون في حدوث 6000 منفذ على مستوى الجمهورية تعرض سلع رمضان بهذه التخفضات ستكون على النحو التالي الشركة القبضة للصناعات الغذائية التي تمثل في الشركة المصرية والعامة والاسكندرية والنيل والأهرام واجه بحر وإبلي والاسكندرية سيكون فيها 1300 منفذ بتقدم خدمات وسلع بتخفضات من 20% لـ 25% تزامن معاه 160 شادر على المستوى الجمهورية تزامن معاه 200 قافلة من السيارات الحمولة النص والتن ونص والخمسة تنها هتجوب أن جميع أنواع القرى والنجوع الأكثر اهتياجا بنفس التخفضات ونفس السلع إذا زمن معانا الثلاثل التبيرية النهاردة القطاع الخاص بشريك مع القطاع العام بـ 3250 فرع من الثلاثل التبيرية بجانب المحلات الأخرى اللي شاركت معانا هذا العام هكل محل من هذه المحلات بيعمل جزء معرض أهل الرمضان في المحل بتاعه بتضمن السلع الاستراتيجية اللي هو ما اللي بعتاشها السلع الاستراتيجية بنفس الأسعار ونفس التخفضات بحيث يكون هذه الأسعار متمثلة في جميع منافس أهل الرمضان بالمواصفات والجودة والأوزان وبنفس الأسعار حتى هناك تكون منافسة شريفة في هذا الشهر الكريم معالي الوزير التموين قاعد مع طبعا في شهر رمضان سابتك بيبقى فيه الاحتياجات أكثر 50% من الشهور الأخرى للعادات اللي حضرتك أشارت عليها العادات الرمضانية في مصر فطبعا هيعملين استعداد لهذا الشهر من 3 شهور مضم حيث اختم عدة سلسلة اجتماعات مع الساد المنتجين والمستوردين وأصحاب المصانع ليحدث هناك تخفض حقيقي من المنبع حتى يصل إلى المستهلك يعني التخفضات هتكون من المصانع والمنتجين المستوردين تصل إلى السلسل والمنافس البيع حتى يتم التخفض على أرض الواقع بتخفضات الـ 20-25 فيه السلع طبعا مخزوني كافي جدا 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 من السلع لشهر رمضان من سواء السكر والرز الزيت الدقيق الصلصة السمنة الزيوت الدواجن اللحوم اليميش البلح كل هذه السلع متوفرة نتمنى الناس برضو من خلال برنامج حضرتك الجيد بإمن جميع السلع متوفرة ويمكن القيارة السياسية حديثة على زيادة المنافس هذا العام وضخ أكتر من 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق الجستية والمخازن اللي الحمد لله تم إنشاء 1500 محصن فواجع بيحر وقبلي لتسعادة أي مواد نقصة فيها على الفور في المنافس التابعة لوزارة التموين فهناك خطة موطوعة لإحتياجات شهر رمضان من خلال دراسة الاحتياجات ودراسة الاستهلاك لشهر رمضان وما بعد شهر رمضان ونطمن الناس على المخزون الاستراتيجي بس نواجه رسالة إن محاديش يخزن سلع ومحاديش يسمع أي شعاع على السوشيال ميديل السلع متوفرة والسلع أمينة في مصر والغذاء أمين في مصر وعندنا الحمد لله وصلنا اكتفاق زياتي من السكر عندنا اكتفاق زياتي من الزيت من الأرض عندنا اكتفاق زياتي من الدواجن والزيات عندنا 6070 ألف تنويني عندنا 14 ونص متعب جاهز وإن شاء الله فيه تعاقدات لبعد ست شهور وارغوا سبعة شهور السكر عندنا 16 ونص الفول متوفر والعدس والحاجية كل السلع معمول احتياطياتها ومعمول حساباتها من فترة زمانية من شهرين ثلاثة لنطمن الشعب المصري السلع هتكون متوفرة وبأسعار جيدة هذا العام حلو جدا كلام جميل كلام رائع ماقدرش اقول حاجة عنه سؤالي بقى حضرتك قلت لنا ان التخفيضات هتبقى بنسب من 20 ل 25% تمام النسبة دي محسوبة على الأسعار الحالية يعني عشان ما يجيش مثلا سلاسل تجارية او 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 يروحوا جايين رفعين السعر وبعد كده يقول لك اصلا حطيت خصم 20 وحطيت خصم 25 يبقى يا مولاي كم خلقتين لأ سيادتك لو كنت انتبع لسه اول مبارك كان في اجتماع مع الوزير التموين والتجارة الداخلية مع اصحاب المناصة والسلاسل وتم الاتفاق على الأسعار والتخفيضات في قلب الاجتماع والسكر تعمل تخفيضات كده بنفس قال لهم بسعر الجملة والسعر اللي قبل الجائحة والظروف اللي احنا فيها يعني سعر الجملة والسعر اللي قبل ظروف الحرب اللي احنا فيها يعني دفس الأسعار القديمة وبسعر الجملة ان شاء الله هتكون الأسعار في معارضنا على جميع منافذ اللي هي مشاركة معنا في معرض اهل رمضان طيب السلع اللي هتبقى متوفرة هي السلع اللي احنا معتدين عليها في مجمعاتنا الاستهلاكية الى اخره على وهي المنافذ المملوكة للدولة وطبعا السلع المتوفرة في السلاسة التجارية دي مطروكة ليهم لكن احنا لا سازل معليك بس في حاجة انا قلت لك ان تم الاتفاق ما بين قطاع العام والقطاع الخاص وهم اللي اشتركوا معنا على محض إدارتهم وقدموا طلبات واللي اشتركوا معنا رمضان فهيكون مبتزمين بالاسعار والتخفضات اللي هتقعدوا التفاق مع معاني الوزير الأولمب لا انا فاهم ان احنا متفقين على الاسعار وعلى التخفضات انا بتكلم على تعددية السلع يعني ان انا هيبقى فيه عندي تنوع في السلع ما هيش سلع ولا اتنين ولا تلاتة انا بتكلم على كل السلع لا يعمل السلع الاستراتيجية الهمة في اهل رمضان لا كل السلع الاستراتيجية هيبقى فيها تخفضات في شهر رمضان من 20% ل25% ده كلام اكتر من جميل اشكرك جدا بشمهندس عبد المنعم خليل رئيس خطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين طيب خلونا بص استمتعوا برمضان واشتروا اللي انتوا نفسكوا فيه حلو وان شاء الله سبحانه وتعالى هتلاقي المعرض زي ما كنا بنقول كده يبدأ من يوم 24 اللي احنا فيه ده لحد يوم واحد رمضان واحد ابريل يعني قبل رمضان بليلة ماشي الكلام ماشي الكلام لكن خليني ارجع واكد على كلام ضفنا العزيز ممكن نبطل عادتنا في التخزين يا جدعان انا لو قلتلكو الرقم بتاعنا في الاهلاك هتتخض انا بتكلم بجد لو قلتلك نسبة الهالك في السلع بتاعتنا يعني احنا بنشتري سلع زي ما تطلع ماشي وبنخدها نخزنها في بيوتنا از ربما احتاج الطريقة بتاعت از ربما مش ان انا مثلا ايه بشتري اللي يكفيني اسبوع لا الناس بتنزل تشتري اللي يكفيها شهر واثنين وبعدين غير انه نمط ما الاستهلاكي غريب حبتين يعني غريب ليه طيب عشان احنا بنهدر تقريبا ستين في المية من اللي بنشتريه يعني حضرتك تشتري الحاجة بمية جنيه بتاكل باربعين وبترمي في الشارع بستين مش بترمي في الشارع فيه سلة المهملات ده بجد ومحدش تاني هيقولك الكلمتين دول انا بجيبلك ده من الاخر بقا وده رقم انت بتشتري اكل بمية جنيه بتاكل باربعين وبترمي فوائض بستين برميها ايه بترميها بتغرف بقا في طبقك اكتر من اللازم مش قصتي الحاجة بتتحطى عندك لحد ما بتبوز او تساوس مش قصتي انت بتشتري بمية بتاكل باربعين وبترمي بستين هي فلوسك انت عاوز ترمي ستين في المية من ميزانية اكلك غريبة تشتري اللي انت عايزه معارض موجودة في كل انحاء الجمهورية انا واثق انك هتلاقي احزاب هتبدأ تشتغل وهتنزل القوافل بتاعتها طبعا اشهر قافلة هدية الرئيس مستقبل وطن هتلاقي احزاب اخرى ايضا مشكورة كلهم على العين وعالراس هتلاقي المنافذ بتاعت امان هتلاقي المنافذ بتاعت وطنية الكل هيشتغل لأجل حضرتك الكل هيوفر لك كل حاجة لحمة وفراخ ورز وعتس وفول وسكر ودقيق وطمر وطأمر الدين وسمنة وزيء اللي انت عايزه موجود حلو والاسعار بتاعتنا اللي هيتحط عليها خصم العشرين والخمسة وعشرين في المية هي الاسعار اللي قبل الازمة الاوكرانية عشان محدش برضو ايه يبقى له في ده اي شائع مسبقا اهو عشان قبل ما يجي يقولك سوف ترتفع الاسعار في رمضان لا هلا سوف تبقى الاسعار على ما هي عليه في رمضان برضو لا الاسعار في رمضان هتنزل عشرين وخمسة وعشرين في المية عبدانا العيب وازح ونط من الشباك انا بقولك من دلوقتي لا انت محتاج تخزن ولا محتاج ترمي اكل والنبي ساق عليك النبي يا اخي خاف على مصروف بيتك حبتين وما تخزنش حاجة اللي انت عايزه هتلاقيه موجود سبها على ربنا سبحانه وتعالى وعلى انه في دولة فعلا مؤمنة بانها عايزاك تاكل وتشرب وتتعلم وتاخد رعاية صحية وتبقى احسن واحد الرئيس بقولك يا نفسي تديك تلاتين الف جنيه في الشهر عايز اكتر من كده هتجي تقول لي هم فين التلاتين هقولك طب اشتغل حبتين زيادة بس عشان تاخد التلاتين ودي حدوتة سوف ترو احنا بدأنا معاكو الاسبوع اللي فات بأم الكل وقلنا انه ده هيبقى عنوان لنا في شهر مارس بالكامل مارس شهر الأم في العالم ودي حاجة مهمة جدا جدا الأم هو فيه احسن من كده ولا اكبر من كده ولا احسن ولا احلى من كده ولا اقرب من كده أمك ثم أمك ثم أمك أم الكل اللقب اللي بتستحقه كل ست جدعة مجفحة شقيانة لا العمر يفرق ولا الزمن حياتها ولاد وطن أحيانا نقول عليها بمئة راجل لكن بيني وبينكو كده أكتر مو بكتير في شهر المرأة في شهر الأم نلف وندور كبرنامج اسمه التاسعة عنده الكاميرا بتاعته هتلاقينا واخدين الكاميرا على كتافنا ونزلين عمالين باللف حوالين البيوت في الشوارع أزقة حارات كفور نجوع قرى عزب ندور عن أم الكل ندور على أم الكل علشان عايزين نحكي قصتها الجماعة الإغريق بتوع الزمان لما كانوا يحبوا يكرموا حد فيرووا قصته تدون ويأخدها الرواه ويلفوا بيها في الجزر اليونانية فيقولك هذا بطل كرموه كرموه هنا يعني احكوا قصته احكوا حكايته كرموا الأمهات معانا احنا قررنا نكرم الأمهات وندور على القصص وحضراتكو برضو على صفحة التاسعة إذا كنت تعرف هي بقى والدتك خالتك عمتك أختك الكبيرة اللي تعبت وشئت علشان عايزة تربيك وتكبرك جارتكو اللي راعتكو أو راعت ولادها حدوتة أم ما حصلتش الأم المصرية برضو مش شوفينية يعني بس حاجة تانية أصل المصريين في مجملهم قلبهم حنين طيبين فتخيل أمهاتهم هيبقوا عاملين إزاي أم الكل حدوتة مصرية حتى النخاع على التاسعة احكولنا الحكايات واحنا هنجري وهنروح وهنصور تعالوا بقى نشوف مين أم الكل النهاردة أم الكل اللي منفرشت شاي تربي الرجالة والبنات أم الكل اللي الناس كلها في الحتة بتحلف بيها ست ولا كل الستات حاجة تانية خالص حاجة مش همقولكش ست جدعة الحاجة فاطمة صالح عبد العزيز مشهورة باسم أم دينا كده الحلقة التانية غير المكوصل عندها قهوة سغنططة بتشتغل فيها علشان تصرف على البيت عملت إيه أم دينا فاصل ونكمل الكلام تقرير فاصل إيه عم يوسف التقرير وبعدين فاصل وبعدين نكمل الكلام حاجة فاطمة دي طبعا دي أم المناصرة أولاً وأم الشباب كلها الناس هنا بتحبها على إيه؟ إن هي إيدها سخية مع كل فرد مش مستنية أي حاجة أو أي فضل من أي حد هي مستنية فضل من الله عز وجل تبر والدة الشارع كله هي اللي مربيها الناس هنا وستة محترمة بتعمل مشروب كويس مع أم ربيانا بتنصحنا كتير بتقف مع الناس في الشارع هنا أم دينا طبعاً بنيجي الصبح من بيتنا هي إحنا بنشربش شايف في بيتنا إحنا بنشرب شايف من يده أم دينا هو أم دينا يعيتي بالمربيانا ستة كويس ستة في العمرها عايشة باحترامة يعني عمرها ما غلتت لحد ولا حد غلت فيها أم ربيانا أساساً يعني حتى عين الشيطاني عبد المزاور؟ فيه جنين يا ستة جزيلا والله العزيز أنا ده من فاطمة صالح عبد العزيز أنا هنا سكنة في المنطقة ده أكتر من خمسين سنة مولودة هنا قبراً عن جداً القاوة دي كانت بتعجدجي ورسها عنه والدي صالح عبد العزيز لحق صالح وبعدين أنا كانت مليا أخت كانت بتقب فيها والدتي كانت بتقب فيها والدتي توفت وأختي توفت فأنا مسبت مكانهم يعني فعادي يعني زي أي واحدة بتنزل الصبح تشوف أكل عيشة تنزل الصبح بفتح وأصبح على جراني وحبيبي وقالي حتتي كذا ونبدأ نشتغل وبعد ما بنشتغل بنقعد نفتر مع بعض المنطقة هنا بتاعتنا هنا لازم استبحوا من عند الصبح شربوا شاي شربوا قهوة شاي بحليب ينسون على نعناع كل اللي هما عايزينه يعني وإحنا حسب طلبهم يعني هنا كلهم زي الولادي يعني دول الولادي حتتي أنا بحبهم عشان كده هما بيحبوني وما أخرش عليهم حاجة أنا أي حد يطلب أي حاجة بديهانه عندك لمونة عناية عندك سكينة عناية عندك طبق عناية عايز مش عارفة إيه عناية ما بحبش أكثر بخاطر حد يعني طب هاخد واحدة حاجة ساعة 8 شوية حاس بيقوله عناية برد عاجي مفيش مشاكل برده قولنا دول ولادنا برده مهما كان ولاد حتتنا برده أعدى هنا طول النهار يعني بطلع بالليل إن أنا سكنة هنا في المنطقة يعني السكنة بإيه معي دبلوم تجارة بس ما اشتغلتش بيئة لما كنتش هجري ووراك رايش مين اللي ما أخذر مين هيديك أوه هتقول لي مين يديني مفيش برق بالراجل وستة النهاردة الستة هي ستة والراجل هو راجل بس في الشغل تبقى كله زي بعض وأخذ بالك أهم شيء إن تشتغل شغلنا كويسة شئيته زي ما أنت شايف كده وازينهو ربنا طول ما يديني السحة هفضل كده في الشقة طول عمري في الدين بيقوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك الأم أهم شيء هي الأم دي بتتعاور موسيقى السلام عليك يا حجة فاطمة بلك أنت في شوية قهوة في كبية من إيدينا الحجة فاطمة حاجة تانية تعدل النفوخ وتزبط الدماغ تبطل تشتغل لحد ما تقول يا كيف الحجة فاطمة من المناصرة لو خدت بالك يعني أرض الموبيلياجية اللي إحنا عندنا في القاهرة حتتين مهمين جدا عشان الموبيليا أرض شريف ودي اللي كان فيها المعارض بتاعت زمان بقى اللي هي اللي كنت تسمع عنها وتشوفت مكتوبة كده في تترات أفلام لبيض واسود مقدرش أقول لكم على اسم المعارض وإن كان كان في واحد من أشهر المعارض وأقدمها كان حفدهم صديق عزيز وشقيق عمر زي ما بتقال خالد مش هقدر أقولي عشان اللقب لوحده حدوتها يعني خلود ده بقى هو لو بيتفرج دلوقتي هيعرف معي في المدرسة وفي الفصل وفي الشغل الفترة طويلة حبيبي يا خلود فدي أرض شريف طيب في المناصرة بقى الورش والصانعة اللي هي وبنسبة المناصرة عشان عندي دي حاجة هتعجب عبد الله وهتعجب نديم في واحد في المناصرة بالسنة مش فاكر اسمه يا جماعة بيعمل سندة وتشد بيض بالبسترمة وبلوبيف بالبيض ومش اه والله العظيم انا عايز افتكنلك اسمه ايه انا اكلت عنده من يجي مثلا اتنين وعشرين سنة ولا حاجة ده رجل على قد الحال خالص مش محل وهيلماند عربية ازغنططة بيعمل ايه بقى خد بالك بيعمل على سبرتاية يعني انت لو جيت قلتله طب ورين أنت هتلاقي سبرتاية يعني سبرتاية بتاعت القهوة هي دي سبرتاية تحت الحلّة بتاعت البيض من بسطرمة سبرتاية تحت البلوبيف بالبيض أه و بعدين بيجيب العيش من فرن انا عارف اسمه مس مش هقول بقى عشان ده فرن مشهور في أرض الشريف مش هقول مش هقول في أرض الشريف يعني ده فرن فين و بقى خرابي ايه انت بتاكل بسكوت بسكوت بتاكل بكاكين عارف البكاكين البكاكين دي بتبقى فاعيق يعني دقيق بيتعجن باللبن والقشطة تب يبقى بيدوب كده في البق العيش بتاع الرجل بتاع أرض شريف ده بكاكين ما قولكش المهم يعني أحلى بيض بالبسترمة تاكله في حياتك هتاكله عند الرجل ده في المناصر عزف تكر اسمه وأحلى بلوبيب بالبيض وشوية مش بقى بيتحطه كده هو في اللافينه وتعود تاكل هتبقى حيران أبدأ بإيه أكل اللي بلوبيب بالبيض ولا أكل بيض بيض بسترمة ولا أكل مش وقدين عنده مخلل بيعمله على إيده أو النعمة أنا كنت بروح مع طارق حلمي صديقي العزيز فينك يا طارق أوحشني بقى لك فترة مهم فكوا وطارق عمل زي يحب الأكل قد دعميه فطارق بدل ما يروح يجيب حاجات من المناصرة كنا نروح نعود داكل في سندوتشات وما نشتريش حاجة في الآخر هننطلع فاصل لأن أنا فعلا بدأت أفكر في الأكل أكتر مما يجب وسالة لعابي مش قادر طيب نطلع الفصل ونكمل الكلام شوف تقدير البني آدم للعملته ووالدته دا في حد ذاته بيبقى أحلى حاجة بتحس بيها الأم في وجهة نظري المتوضعة جدا أنه الأم تبقى شايفة قد إيه ولادها مقدرين التعب والمعاناة والكفاح والإصرار على حمايتهم يعني كانت دايما ولازالت أمي ربنا ديها الصحة تقول حاجة لطيفة جدا على الأمومة وكلنا نعرفها يعني نسمعها تقول لك القطة تنط بعيالها من بيت لبيت ومن شجرة لشجرة علشان تحميهم وده حاجة مرتبطة فعلا بالغريزة بتاعة الحماية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها عند الأم لحماية أولادها والحماية بما فهمها الواسع الأشمل والأعامة مش مجرد الحماية من الخطر الأم بتشوف حاجات كتير جدا خطر على أولادها بتشوف أنه الفقرة خطر على أولادها الجوع خطر على أولادها الجهل أو عدم التعليم خطر على أولادها المرض خطر على أولادها الإبتعاد عن العبادة خطر على أولادها فتفضل طول الوقت الأم تكافح وتناضل لأجل أنها تحمي أولادها فتليها بتربيهم كويس وتنمي عندهم المبادئ والأخلاق وتشجعهم على العبادات أيا كانت الديانة بالمناسبة عايزة تأكلهم أحسن أكله وتلبسهم أحسن لبسه وتشربهم أحسن شربه وتسكنهم في أحسن مكان وتبقى طول الوقت واخدة بلها منهم فتشوف قد إيه الأم بتعمل كده لأولادها أحلى فرحة في الدنيا أنها تشوف أولادها دول بيوصلوا لبرأمان ولأعلى المراتب هي مش عايزة حاجة منهم على الإطلاق فتخيل لما يبقى فيه ابن جميل وعظيم ورائع يقرر أنه يعمل مفاجأة لولدته كده المفاجأة هي أنه يصر على أنه يخدها معاه لمناقشة رسالة الدكتوراه فولدته حبيبتي ترفض وتقول أنا كده كده ما بعرفش أقرأ وكتب كويس يعني فالابن الوافي الرائع المتربي المحترم ودي حاجات أكبر من القيمة العلمية والدرجة التي حصل عليها الدكتور حمدي دكتور حمدي محمود مصطفى دكتور في تكنولوجيا التعليم أجود وأرفع وأحلى مثل يضرب الدكتور حمدي في تكنولوجيا التعليم أنه يورينا قد إيه هو تربع على إيد هذه السيدة العظيمة الفاضلة إزاك يا دكتور حمدي أهلا وسلم بحضرتك فاندن إزا حضرتك مبروك على الدكتوراه أولا الله يبارك في حضرتك ربنا يبارك فيك والمشاهدين وأولا بشكر فخامة الرئيس سيد عفتاح السيسي أنه بيهتم بالأم والمرأة المصرية صحيح صحيح في الفترة الأخيرة أقسم بالله شهادة حق الأم تكرم ده أقل شيء والفكرة يعني أنا مش عارف الموضوع كان ديني وبين داخلي يعني في داخلي في نفسيتي أثناء طبيعا إعداد الرسالة بتاعتي كانت بقابل أمي على طول وقابلها يا أمي أنا بعمل كذا تقول لي يا حمدي أنت هت يوم تيجي تناقش أو في الكلية أو زميلك هتقولهم أن أنا أم وريفية وأمية وكده فكل محزت في نفسيتي جامد أول يا حبيبتي بأمانة والله يا حبيبتي فيوم المناقشة بتقول لي يا حمدي أنت هتيجي هتخدني وكده فحتى يعني إحنا بينا وبين الكلية بتاعها وليس أعفلت لي حمدي أنا هجيب العربية حتى على سنة بس أنتنيش أقول لها لأ أنا هجيب لك عربية وبتاعها وحاجات زي كده فقلت إزاي أكرمها في اليوم ده أنا مش عايز أنا الدكتوراه بأمانة أنا عايز أقول لي العالم كله أن دي أم اللي ربيتني استدت الأمية وأنا بفتخر بيه وحطيت روب الدكتوراه على كتافها والكاب كمان الله عزيز أنا مش عايز الدكتوراه حتى أثناء المناقشة هي بكت فصلت يعني أنا حضرتك بتبقى عارف المنصة والمشرفين طبعا والأسئلة وببقى مركز معهم فاسمعت بكاء أمي جنبي عليمين فاتجهت وسط المنصة وبدأت أتجه لأمي يا أمي ما تلاقيش أنا بتذاكر كويس أنا عامل رسالتي بشرف أستاذ الدكتور الجزدار من جامعة أنشانف جاي بيناقشني أستاذ الدكتور مصطفى عبدالخالي من جامعة اسكندرية أستاذ الدكتور أسعاد شهين جامعة طنطا العميد عميد الكلية أنا بشكره حقيقي والدكتور محمود ذاكي رئيس الجامعة يعني كان فيه اهتمام والله أقسم بالله بدون ترتيب أنه فيه اهتمام من الجامعة من الإدارة من الكلية وكلت الكلية الدراسات العليا كله موجود يا شائل قدر أن أنا أقرأ أمي في وسط كوكبة من العلماء بأمانة وأن المشرف بتاعي أثناء البتاعب لما هي ما تخش أنا قلت أقيله يا دكتور أمي فبقول لأمك متعلمة معا شهادة وتقول لأ أمي ثابت الدنيا كلها سبحان الله ويبص رأسها وإيه أنا مش عارف أقول إيه إن اليوم دا فعلا كان مهيئ من ربنا إنها هتكرم في اليوم دا بأمانة صرت المناقش والتجايس أنت بتاعاتي ليه يا أم ما ما تخفيش أنا يعني قوي ومذاكرت رسالتي كويس وإن شاء الله هنالها فبعد أما خلصت الحمد لله خدتها بانتياز وراحت جاي إلا يا أمي أنا ما استحقهاش فعلا إنت اللي تستحقيها وراحت جاي يملا بسها الكاب يعني أنا دمال فرح لأمي وهي مش عارف أقولك دول وقت والله والله إحنا اللي مش عارفين نقول بصراحة إحنا اللي بنشكرك نشكر الأم اللي ربت راجل وعالم كبير زيك يعني ودي حاجة حقيقة لازم الواحد يشكرها عليها ملايين المرات لأنها إدات لمصر هدية إنه إحنا كده هنقول يا بخت تلمزتك بيك ربنا يبارك في حضرتك لأنه هيتعلمه ويتربه على إيد راجل محترم الله يبارك في حضرتك وبالأخص كمان إنه أمي إحنا سبع إخوات وعلمتنا كلنا أنا مش عايزة أقول لحضرتك قصتها وهي عمالت علمنا عايزة يعني الجيران والده متعلم وده والدته متعلمة أنا والدي كان ومعاهي ابتدائية وكان في الجيش وخذ حضرت سبع حربات وكده يعني فكانت تعلمنا نقول لها أم اكتب لنا الواجب فتقول أنا أكتب لكم الواجب يعني هي بداخلية هتكتب الواجب إزاي فتقول تجيب ابن الجار ده فلان والنابي تعالى شوف ابن إيه اللي واقف عليه يعني كانت بتسعى إنها تجيب لنا عايزة أقول لها حضرتك في الحساب كانت تجيب البرتقام السوق يوم اللي اتنين عندنا في البلد أنا من قرية بشواي وتجيب وتقول اتنين برتقان أو اتنين برتقان يبقوا أربعة على قد يعني أبسط شيء عايزة تأمل حاجة بسيها مش عارفة فما جيش أنا في اليوم اللي باخد فيه الدكتوراه وما كرامش يومي قدام الوطن العربي كله يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه أنا أنا جزمتها فراثي يعني مش عايزة أقول لحضرتك يعني مش عارف الأحساس اللي جوا فيه إن أنا أقوله بصراحة بسلينة ديها وراثها مليون مرة الله يبرك نشكرها بالنيابة عن كلنا يعني عننا كلنا كل مصر تشكر أم بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذه العظم وبهذه القيمة وتاني أرجع أقول لك يا بختها بيك ويا بختك بيها ويا بخت تلمزتك ألف شكر حضرتك النهاية النهاردة يعني حتى مدخلة حضرتك معايا ليها يعني دي حاجة كبيرة عندي جدا جدا وخاصة يعني يا شاء القدر إن كان يوم منقشيتي يوم الإسراء والمعراج نشاء الله كان شهر ثلاثة بادئ في عيدي الأم إن أنا كرمها يعني من خلال البرنامج بتاعك وقولها يا أمي افتخري إن ابنك دكتور بفضل الله أولا ثم بفضل حضرتك وأنا بدون كل شيء صح أنت اللي تستحق التكريم صح أنت اللي تستحق التكريم مش أنا صح لإني لو ما كنتيش أصريتي في تربيتي على ما أنت علمتني عليه ما كنتش أنا بقى الدكتور دلوقتي حاليا هتبقى أحسن دكتور ولسه يا بخت اللي راضي عنه أمه يا رب الله أمه هتبقى أحسن كتير هنشوفك في الدنيا كلها والكل العالم هيتكلم عنك أنا بشكرك جدا يا دكتور حمدي محمود مصطفى الحاصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم ابن الست الفاضلة اللي علمته بكل الطرق الممكنة رغم إنها ما بتعرفش تقرأها ولا تكتب ومش ده المهم بقى أنا حكيت لكم على سندوتشات البيض بالبسترمة والبلوبيف بالبيض والمش في العيش الفينو ويا ما حكيت لكم على أكلات كتير ولسه لكن كل اللي أقدر أقوله إن أنا مش هقدر أتكلم كتير عن الأكلات اللي جاية على شان دكتور وعدة أمين هتبقى ضفتنا وهتقولي لا تقترب من هذه الأكلات فإن هذه الأكلات بيها سمن قاتل سمنة مفرطة هنعمل إيه بقى في الأكل وبالذات في رمضان اللي بيحب الأكل والعزايم وإش حتى بقى يجيب في ملبن بالقشطة حاجات جو كده أه الله وكنافة برمان جداني ما بحب أنا بحبش التقليع لا كنافة برمجوها مكسرات لما ربنا يكرم أنا مش هطول في الموضوع ده فاصل ونبدأ فقرتنا مع دكتور وعدة أمين أخصائية التغذية هنأكل إيه فاصل ونكمل الكلام ومن حديث شاهي يسيل له اللعاب بيت بالبسترمة وبالوبيت بالبيض وافل بالإشطة يا خبرميار أو بيت بالسجوء بقى يوعى إلى حديث حول التغذية الصحية تحديدا تاكل إيه صح بس السؤال هو أنا ينفع أكل صح بس يبقى أكل طعم ولذيذ وجميل دكتور وعدة أمين أخصائية التغذية من ورانا نورك عاملة إيه كويسة الحمد لله الحمد لله ينفع يبقى الأكل طعم وجميل وشاهي وبقاعد قدامه كده قلبي بيدق ويرفرف ويهفهف وفي نفس الوقت ما تخنش؟ مش هيبقى للدرجة هذي يعني عشان نبقى وقعيين مش هيهفهف قوي يعني زي البيض بالبسترمة اللي في الغريف البلدي ولا زي المكرم بشامل بس هيبقى حلو يعني مش لازم يبقى أكل دايت منوش طعم خالص بس عمره ما هيبقى زي السكر والمقليات والكلام ده يعني إزاي آكل وانبسط بس ما تخنش واشبع ويبقى الأكل طعم مازي هنأكل أنا بالنسبة لي موضوع الشبع ده مهم جدا عمات ده بالنسبة لي مفتاح ناكمل أصلا في الضايت أنا مواجعين مش هكمل هاكل واتبسط أكتر حاجة أصلا بتبقى سبب في أن احنا ندخنه وبتبقى سبب في أن احنا ندمن الأكل كتير أن احنا بنأكل دايما نشويات كتير قوي مع دهون كتير قوي فلو أنا عايز أكل واتبسط من غير ما تأذي أفصلهم عن بعض أبعد النشويات عن الدهون دي خطة سهلة جدا أي حد ممكن يعملها ومش محتاجة إرادة قوي يعني أنا هبقى كلت اللي أنا عايزه أو كلت الحاجات اللي أنا بحبها بس من غير ما أخدهم على بعض لأن دي هي اللي بتعمل الكارسة ودي اللي بتخلي الموضوع أصلا أنا مش عارف أوقف وما فيهاش إرادة حتى لو قلت الدهون يعني مثلا طبق فول بزيت الزتون ما هو زيت الزتون دهون وبعدين هنخد في الريس وبعدين يعني هتبقى برضو حفلة هنلمدت هنقلم بس شوية الأكل بالشوكة والأكل بالمعلقة ده مش مش إيه مش مرلي حتى لو هنأكل نشويات ما تبقاش مع دهون كتير هو ده اللي عمل المشكلة هو ده اللي بيخلي الموضوع مش هعرف أصلا سيطر طيب اشرحيلي أكتر يعني أنا مثلا دلوقتي إحنا ده اللي كل الناس بتعمله ده الأكل الطبيعي اللي كل الناس بتعمله إنا هنأكل الأكل فيه بروتين كتير قوي ودهون كتير قوي ونشويات كتير قوي اللي هو كل الأكل بتاعنا كشري المقرب بشاميلة والسندودشات والحاجات دي كلها بتباكت ايش اول خطوة والخطوة اللي سهلة اوي ان اي حد يعملها يهاكل بروتين ونشويات يهاكل بروتين ودهون مش التلاتة على بعض يعني يوم ما هاكل لحمة فيها دهن ما خدش معاها عيش ويوم ما هاكل عيش اكله بفول فول دي اعتبر مصدر نشويات على فكرة زي ما هو مصدر بروتين بس مش لازم يبقى فول بزبدة بعيش حتى كمان من الحاجات الحلوة في النوع ده من الأكل ان احنا هنفصل الفصلة دي انها مش هحس بالتقلة اللي بتيجي بعد الأكل ده هبقى خفيف ايه ممتعة برضه لا التقلة مش ممتعة تاكل يجعب وظهرك لورا تنامع الكلامة وانت دي خطوة اي حد ممكن يعني قبل حتى ما نتكلم في قطعي ايه ومش قطعي ايه قلب فصلة بس في الاول امال كانوا زمان يقولوا لنا افصل البروتين عن النشويات لا مش هتعمل الفرق اللي افصل البروتين عن النشويات مش هتعمل الفرق اللي انا محتاجه الفكرة اصلا وانا ليه بقول افصل الدهون عن النشويات لان الميكس ده فيه ادمان لأي حد مهما كان عنده ارادة ان انا حطتلك التلاتة على بعض اه طبعا يعني فيه ادمان نشويات ادمان سكر فيه ادمان نشويات وادمان سكر وادمان اكل عامة اوكي يعني فيه ناس عندها شراهة اكل هو ده الاكل هو الحياة والاكل هو كل حاجة في الدنيا وده فعلاً مشكلة يعني مشكلة بتتعالج بتتعالج كادس أوجي مقدرش أونكر على الأكل بالنسبة لي شيء عظيم رائع مزيكة أوه أنا بحب أول خطوة خالص أن أنا عالج حتة الارتباط العاطفي بالأكل مش مفروض يبقى هو كل الحياة طب بتعاليه إزاي؟ الأول اللي إحنا بتشوفها هو دايماً بيقى فيه مصدر مخلي الأكل هو الحياة يعني يبقى فيه كور بيقى فيه مشكلة أنا مش عايزة واجهها أو فيه مشكلة مدايقاني أو نزهقان أو نزعلان أو تأذر فأنا بالجأ للأكل أو فرحام آه بس قليلة طب الأكل شكله حلو ريحته تجنب نحن كده قولي هنبعد عن الحاجات اللي هتعمل الإحساس بتاع الإدمان ده اللي هو الهاي كرب هاي فات هاي بروتين اللي هو الأكل المليئة بروتين ونشوئاته دون عربها دي أول خطوة محي ساعتها لما بننشيل أصلاً الحاجات اللي سهلة أوي أن أنا أكل منها بشراها دور الإرادة ودور العزيمة ودور قلل شوية بيقل كتير أوي أنا هلاقي نفسي أصلاً مش عارفة كل كميات كبيرة من الحاجات دي خلو سانيمة بصي النوع ده من اللقاءات أغلبه بيبقى بجد يعني نعمل إيه ونقول حاضر أنا ما بعرفش أقول حاضر عمال على بطول مش فأنا هقدر أقولك بمنطول بساطة إزاي يعني مثلاً قاعد بتفرج على التلفزيون فيلم لطيف وممتع فالفيلم علشان حلوته تكمل لازم أكلة جميلة قدامه شوية ساندويتشات يا إما شوية منقنقات منقنقات بتاعتي غير بقيت الناس أنا أنا منقنقات بتاعتي لحمة فده موضوع تاني لكن شوية ساندويتشات هعمل إيه ده ارتباط طيب ارتباط تاني بتبقى أنت واصحابك هنتقابل مش عارف إيه هنروح فين ما تيجو نروح نتعشى في المكان الفلاني فهنغب على طول فهاش ظهر يعني وبالذات أصدقاء العمر بقى شلت الولاد وهم ما نزلين يأكلوا فده بتبقى لوحدها مأساة كبيرة جداً طيب في مثلاً اللي هو يوم عمل طويل فأنت قاعد إنت وفريق العمل أصدقائك وإذا ما لأك ما نبعت نجيب أكل عشان ما عرف نكمل شغل فأنت طول الوقت عندك في يومك في حاجات بتجبرك تأكل ده غير ريحت الأكل كده لما تيجي عليك وانت ماشي بالعربية وبتتمشي على رجلك في مشوار بسيط تشم ريحت عربية كبدة حلوة تتروح واقف تخذ لك خمسة ستة سبعة تمانية عشرة ترغفة وتروح أوكي ألفه أنا الله يهنيك طيب هم كل الحاجات دي مش حاجات مختلفة عمتاً خالص هم كلهم بيجمعوا بين حاجتين هم دول الأساس كل المشاكل بتاعة الأكل أولها إن أنا الأكل حياتي والأكل هو كل حاجة والارتباط الكبير قوي بالأكل وتانيها إن أنا بأكل حتى وأنا مش جعين ودي مهم جداً إن أنا مش مفروض أكل حتى إلا لما أكون جعين ما ليش دعوة إيه الأكل موجود قدامي ما ليش دعوة إيه الحاجة أو إيه الموقف اللي أنا محطوط فيه أنا مفروض أكل وأنا جعين هو المفروض هي دي ربنا خلقنا علينا نحن أكل لما نجوع وخلاص يعني كلنا وشبعنا وخلاص فدي أول خطوة إن أنا مش أكل إلا وانا جعين ساد فيس ساد فيس ما هو عشان الارتباط الكبير قوي بالأكل ما هو برضو هيبقى السؤال ما هو ليه أكل وأنا جعان بس وإلا كان ربنا تدلنا صنف واحد عشان النتيجة بتاعت ده واضحة جدا ويبقى كده يبقى كان ربنا هيدلنا صنف واحد بس اللي ناكله عشان لما نجوع ناكله أو ما كناش اتعلمنا الطبخ فكان يبقى فيه عندنا عشرات الأصناف بس بناكلها رو مثلا كده فهو ده كان موجود في مرحلة من المراحل ماشي ما دي مرحلة بدائية نحن نوقتي متحضرين ماشي هو ده الفكرة بنطبخ وإحنا ليه أصلا بنيدي نصايح دي علشان النتيجة بتاعة الحاجات اللي إحنا بنعملها دي بقت واضحة قوي درجة إن ما بقاش ينفع نبقى عاملين نفسها مش شايفين احنا بوزنا الدنيا باين قوي إن اللي بيحصل غلط يعني لما يبقى كل معظم الناس وزنها زائد ومعظم الناس بتحول تخصه مش عارفة ودلوقتي يبقى السكر بقى حاجة عادية جدا يعني بقى الناس بتجيلها السكر ومقومت الإنسولين ده بقى العادي فلما يبقى ده العادي يبقى أكيد المشكلة مش في كل الناس يبقى فيه سلوك معين احنا مفروض نغيره علشان النتيجة دي تتحل عند كلنا طيب هل ينفع أكل الحاجات اللي بحدها واللي نفسي فيها وفي نفس الوقت أتخلص من إدماني للأكل وكمان ما تخنش؟ لا لا ما ينفع عشان أنا مش بحبش فكرة إن أنا أاخد حاجة من غير تمن يعني الفكرة دي مش صح فكرة كل اللي انت عايزه هتخس برضو كل اللي انت عايزه بس أقلله لا مش بيحصل طيب هروح للفصل وهنرجع بعض الفصل أسألك هل ممكن موضوع مثلا الصيام المتقطع يعالج لي الحكاية دي؟ ليش؟ ما أنا هاكل على مدار اليوم بقى أنا عارف إن دكتور وعد تعبانة معي ده لأن أنا مش قصة مزيع صعب أنا أكيل صعب فاصل ونكمل الكلام بحاول أخلي دكتور وعد أمين تغير مبادئها فيما يتعلق بالأكل بس استحالة خلونا النوع جدد الترحيب جدا بدكتور وعد أمين أخصائية التغذية وهرجع على المسألة طيب الصيام المتقطع ما يعالجش إدماني لأكل لا ده هيعالج جد إزاي بقى؟ ده هو ده لأساس إن إحنا هنبقى في فترة في اليوم مش طول النهار باكل فيه أنا في ناس كثير قوي بتقولني لازم طول الوقت بقى في حاجة بكلها أصلا وانا بقى خلص الأكل بفكر في الأكل اللي بعدها أنا أصلا فالصيام فكرة إنه بقى فيه وقت في اليوم خلاص أنا مش هاكل مش هاكل بقى بس كميات قليلة وبس هاكل حاجات بسيئة لا ده مش هاكل ده الواحده أصلا بيقلل جدا الارتباط بالأكل وبيخلينا نشوف إن فيه حاجات تانية تتعامل في الدنيا غير الأكل يعني أنا خلاص مثلا إحنا مثلا من صوم 16 ساعة ده شبه رمضان ده أكتر حاجة منتشرة وأكتر باتل منتشر من الصيام لو أنا عندي 16 ساعة من غير والأكل بالنوم يعني هبنعد ساعات النوم بس ما فيهمش ولا أكل خالص ولا مية لا فيه فيه مية فيه مية طبقه هو ده الفرق عن الصيام رمضان فيه مية فيه شاي فيه قهوة ينسون اللي هي المشروبات بتاعتنا العادية دي مغير سكر طبق فأنا بيبقى عندي وقت في اليوم أولا أنا خلاص بنسى الارتباط الكبير قوي بالأكل ده مش فيه يوم وليلة يعني أنا بتاخد شوية كده عاملة زي أول أسبوع في رمضان الاستخداء واللي مش قادروا عايزة أكل شوية مش عارف إيه وبعدين فعلا أنا بنسى الأكل وأنا بسمع الفكرة الكلمة دي كتير جدا حلو أنا بعد فترة من الصيام أنا بقيه تنسى الأكل هو ده اللي المفروض يحصل يعني إحنا ننسى الأكل لحد ما نجوع وجسمنا فكرنا إن فيه أكل أنا دلوقتي محتاج أكل ما أنا جعان دي أنا جسمي بيقولي يا دلوقتي محتاج أكل فهقوم أكل فالصيام بيعالج موضوع الارتباط بالأكل ده أكتر من أي حاجة تاني حلو جدا فلو افترضنا إن البني قدم ممكن ينام سبع ساعات مثلا هيصوم معاهم تسع ساعات يبقى كده دول ستاشر ساعة الصيام قبلهم قبل إنهم كم ساعة وبعد إنهم كم ساعة يعني مش لديهم علشان ماخدهمش خبط لازم وعلى فكرة بعد كده الموضوع بيبقى أسهل بكتير يعني هو في الأول الستاشر دول بيقوا بالزق أول خطوة قبل حتى ما نبدأ في الستاشر يعني إحنا نبطل للسناك ده اسمو فاستنج بتوين ميلز إن إحنا نعمل صيام بين الوجبات دي أول خطوة خالص فأنت وقف كل فطر غدا عاش ووقف كل إن أنا أقلف النص خالص دي أول خطوة دي بتقلل جدا من حتة إن أنا بتسلب الأكل في حد كده يقولك يا عم دي تفاحة لا مفيش يا عم دي أي حاجة دوخيارتين دي جزرايا لا خالص ميا شاي قهوة كده خلاص بدون سكر آه طبعا فيبقى مثلا قبل النوم بساعتين صيام وبعدين مثلا النوم سبع ساعات قدي تسعة وبعدين صيام سبع ساعات بقى بعد مصحة آه أول لو هتنام ثمان ساعات أربعة قبل أربعة بعد كده يعني ما في حد بينام ثمانية دلوقتي إن شاء الله بس بدا بيسهل قوي اللي لو إحنا بدأنا بموضوع نقطع لسناكس شوية شوية فطار غدا عشق ده على فكرة أنا شفت الموضوع ده مع ناس كتيرة جدا في الأول ما بيبقوش متخيلين هم هيعملون بس في الأول بنقول فطار غدا عشق وأنا اللي بقول هم ثلاثة واجبات فطار غدا عشق بعد شوية هو اللي بيجي يقول لي أنا مش بقيتش عرف أكل فطار غدا عشق أنا بقيت أكل واجبتين لما بتخلص مدة صيامي بقى أبدأ أكل إزاي هنبدأ ناكل المفروض أصلا الهدف من الصيام المتقطع إنه هو بيقل هرمون اسم الإنسورين إنه هو المسؤول عن تخزين الدهون في الجسم فلو أنا خلصت الصيام وروحت واكل حاجة مليانة نشا يعني فطرت على فطير مش هلتت مسألت ده معناها إنه هيحصل عملية ضخ إنسولين كتيرة في الدم هيترفع على منسوب الأنسولين هيتحرق النشا ده بسرعة فجأة أحس بأن أنا جعان أو تعبان أو هفتان فهضطر راكل تاني دي مهمة جدا على فكرة إنه دايما المشكلة في الدايت اللي مليان نشوات إنه بيدخني في لوب خليني عودة لف حول النفس ما هو أنا هفتر مثلا كورن فليكس مثلا حاجة مليانة نشوات أو سندوت شاد توست ومش عارف أي أنا على طول بعدها بساعتين لازم سكري هيوط أنا أبقى فاكر إنه ده جوع ومده مش جوع على فكرة أنا سكري يوطي لإني لسه هاكن فهفضل اللف حول النفس العكس بقى تماما بيحصل لو أنا قمت مثلا فطرته بيد قملت بزبدة عادي خضوص ده كده بروتين في بروتين بروتين وفات بروتين ودهون خلاص أنا بعدها مش بساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة أنا هنسى الأكل وده بيحصل فعلا فهي زي ما اللي أنا طول النهار باكل نشويات ده بيؤدي غصب عني لإني طول النهار جاعين العكس بقى بيحصل طيب زي ما كنت بقولك أنا طب صحيت من النوم وشربت مثلا قهوة أو شاي أو ينسون أي أنكمل غير سكر وبكمل يومي باخد أي مشروبات بدون سكر مش مسموح فيها عصائر لأن العصائر فيها فراكتوز فيبقى سكر فما ينفعش ماشي هممكن ناكل فاكهة بس من العصوره علشان ما فيهاش فايبرز علشان ما فيهاش فايبرز وعلشان خلاص الألياف بتروح طالما عصرنا الفاكهة وعلشان السكر اللي فيها بيتركز أول ما تتعصر فاحتم ناكل الفاكهة زي ما هي يعني ينفع في الصيام وتقطي لي ما ينفعش لا طب محصلوا صيام ليه لما هنأكل فيه ما فيش بقى هاكل فيه فاكهة ما ده أتاكل خلاص بقى جيم عاد أكلي عادوا السبع ساعات الصيام قبلوهم سبع ساعات نوم وقبل النوم ساعتين صيام تانين يبقى أنا كده كملت السبتاشر ساعة هاكل بقى هاعد أكل إزاي ما قولنا هم يعني هاي ما تقوليش لأكل بيض ايه بيض ايه ده مثال أنا بتكلم في المثال البيض ده كمثال من حتة إن إحنا كنا بنقوم نفتر ساندوتشات ماشي أنا الوقت هتغدى هتغدى دكتور ماشي زي ما انتفقنا في الأول ها يا هنأكل حاجة هنأكل عايز تاكل فات النهاردة أخد فات وبروتين هنأكل دهون النهاردة هنأخد دهون وبروتين يعني أخدنا شوية وبروتين هم بس من أخدش يعني بلاش نأكل لحمة مليانة دهن ومعها روس أو بلاش نأكل حاجة دهن لو اللحمة فيها دهون خلي جنبها خضرة وبروتين مثلا دي تحف ونسويهم مع بعض وبيطلع أكل حلوة بيطلع طعمه حلوة بش خلاله بيطلع طعمه جميل بنغير بقى ما نحط معايش وعلى فكرة وجربها ورقة لحمة كل ورقة لحمة حاجة كيلو لحمة كده وجربها هتلاقي إنها ما بتعملش التهمة بتاعت الأكل حالي خفيفة خفيفة والله بجد إلا إنها من غير نشويات هتبقى أفضل كتير من إن أنا لو استخدمت النشويات بكتير الميكس التلاتة على بعض ده قصة تانية لو أنا بقى النور ده عايز أكل بطاطس مثلا خلو استخد معاه بروتين ما يبقاش في دهون صدور فراغ سمك كده يعني أوكي طيب إيه أفضل بروتين أدخله جسمي مفروض التكست بوك اللي بيكتب ما بيقول أحسن بروتين في الدنيا البيض فعلا بس للبروتين الحيواني عمتا لا أحسن حالي أحسن بكتير من النباتي يعني لو أنا عندي اختيار يا بيد يا فول بيد طبعا يا لحمة يا عس لحمة طبعا إيه أفضل دهون أدخلها جسمي الأنمال فات الدهون الحيوانية أو الدهون النباتية اللي هي زيت الزاتون زيت جوز الهند مش المهدرجة مش عم بدي الشمس والدورة زيت زيت زيتون بكر بكر زيت جوز الهند بكر أو مش بكر مش دي القصة يعني يعني زيت زيتون عادي أو أكسترا يعني أي زيت زيتون بكر أحسن حاجة ليبقى بكر طبعا بس لو حتى مش بكر هو طبعا أحسن من عم بدي الشمس والدورة والمصائب زي بكتير أحسن حاجة خالص إن أنا أخد الدهون الحيوانية على فكرة إحنا لو كان أصلا بروتين حيواني مش هنحتاج نضيف دهون أم ليه يعني كانوا زمان يقولون لنا الدكاتنا بتوع زمان يقولك متاكلش بالسمنة متاكلش بالزبدة لأ حط زيت لأ كلام يعني هي على فكرة دي مرحلة دي مدرسة قديمة هي مرحلة بس حصلت كده في الطب وفي التغذية من الخمسينات لكم سنة اللي فاتوا يمكن لحد التسعينات بس سنة دي كانت طفرة الزيوت النباتاء وطفرة النهيلا يا جماعة على هرم الغذائي وأكلنا كله نشويات زي ما بنتكلم في أنا دايما بقول الموضوع ده إن النتيجة التعدى بتتحدث عن نفسها يعني إحنا مش محتاجين نقول إن ده غلط لإن نتيجة واضحة مش طبيعي إن يبقى العادي إن الأبريج بيرسن دلوقتي المتوسط بتاع الناس إن معظم الناس وزنها زيدة على الطبيع ها للأسف فده مش العادي يبقى أكيد اللي بيتعامل اللي كلنا بنعمله فيه حاجة غلط هي الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي في الخمسين سنة في النص ده يعني أنا حزين على الجيل بتاع ولادي تحديدا يعني أنا ولادي الحمد الله كويسين وبتوع رياضة وبتاع من الجيل ده بقى بشكل عام حاجة صعبة خالص يعني الولاد واضح إن هم نمط الغذاء بتاعهم أكتر من سيء وإحنا قدوهم كنا أشاوس ورياضيين وجسمنا مشدود موضوع رياضة كمان بيدي حتة إن أنا أنا بأتمرن فخلاص بقى أهم اللي أنا عايز أنا بحب قوي على فكرة أتكلم في موضوع رياضة وأتكلم في إنه مش لازم أبقى شخص رياضي علشان أبقى بأتمرن إن أحد ممكن يتمرن أياً كنسنه وإن أي تمرين أحسن من ما فيش عشان في ناس بتحط الرياضة دي على إن أنا يا إما بقى رياضي يا إما بطل العالم وإما فلأ يا إما ولا أي حال الخالص خالص طب ودايما أنا بتسئل طب ينفع عنزل أمشي الكلب طب ينفع عنزل أتمشى تحت البيت طب ينفع عركب العين أي حاجة أحسن أي حركة العضلات الجسم مفيدة أحسن من أن أنا عود طبعا بس الحاجة الوحشة بقى في قصة الرياضة دي اللي بتحصل كتير يعني في ناس كتير قوي تعالى ما بتتمرن تقولك خلاص بقى أنا ما تمر زي الصيام على فكرة التمرد بيحصل مع الصيام بس صححيني بقى الصح في أن أنا أخفض وزن جسمي وأقل للدهون اللي في جسمي أقفل بقي ده 80% 20% الرياضة دي تعمل تونيك طبعا تشد الجسم وتقدر شكله وتزود كتلة عضلية اللي بدورها تزود المعدل الحرق بتاعي اللي بدورها تخلي شكله ما هو محدش عايز يخسل غالبا أصلا عشان شكله يبقى حالي فده جزء منه كبير قوي كتلة عضلية عشان بقى مجدهوده يبقى شكله بس طبعا صح 80% 70% هتقفل بس الأكتر أكتر طيب على ذكر قصة تقفل بقي فيه الناس بتروح عاملة ايه بقى يجي يقولك باس ميت فل مش واكل ما بياكلش ويقعد أو تقعد طول اليوم ما تاكلش حاجة أو يكل كباية زبادي مش عارف طبق رز بلبن في آخر اليوم ويقولك الحمد لله أنا كده دخلت بروتين اهو وكاربو ميت فل ودي كباية عصير يا عم عشان الفيتامينات ده صح؟ ولا ده هنتريش؟ لا طبعا مش صح بعدين هو أنا كده مش ما باكلش ما أنا باكلهم هو إحنا عايزين الموضوع يبقى أبيض ويسرت يعني أنا يا صايم يا واكل مش عايزين حتة اللي في النص وهاخد شوية مكسرات هاخد طفحاء مفيش ما هو أنا يا جعان؟ يا مش جعان وأنا دايما بقول إزاي يعرف أنا إن أنا جعان لما يلاقي نفسي ما بنقيش أنا مش قد تقمر بقى والله ده أنا نفسي فمش عارفة إيه وأنا مش عارفة إيه طيب كبا زمان برضو يقولوا إن كده كنت مدرسة يقول لأ مص يا جماعة الشعوب بتاعت شرق آسيا طيب إزاي؟ الدكتور يعني يقول لك يقول لك لأنه بيأكل ست سبع واجبات في اليوم بس واجبات صغيرة لأ هي فكرة الدول دي صعبة قوي إنك تبين بوينت نقمسك كده وأقول البلد دي بتعمل كذا هي اللي مخليها دي صعبة جدا فيه عوامل ورصية أصلا فيه عوامل ورصية وفيه خمسمائة ألف عامل صعبة قوي إن أقول هو ده هعملها إزاي؟ فحكاية سبع واجبات في اليوم والكلام ده خلص برضو لا تاني وهو ده اللي كلنا ستعمل وبردو نتيج توضع ولو تكلمنا فيها علميا أنا ماينفعش أصلا نحرق دهون وأنا وايك طول ما أنا دخلي تغذية طول ما الجسم مش بحق يحرق عندك بالزبط أنا قاعد كل شوية تفحية كل شوية شوية مكسرات أنا هسيب بقى الطاقة اللي لسه ده خلالي فراش هاخش تحرق دهون أنا شايفة بصراحة إن جزء كبير قوي من الاستماع للنصيحة الشهيرة بتاعتكول كل ساعتين إنها نصيحة ظريفة قوي خصوان اللي حد بيحب العكل أكرم حسني أكرم أكرم بقى ده صديق العمر يعني فأكرم مرة زمان اخترع لنفسه رجيب عبارة عن صنيتين مكرونة بالبشامال في التلاجة فكل ساعتين ثلاثة ياخد قطعة بتعمل إيها أكرم موجبات مستمرة على المدار اليوم علشان تنشيط الحرق خص؟ لا طبعا طبعا أكرم خص مؤخرا لما اشتغل بقى زي ما بتقولي كده الصيام متقطع ايته خص جدا بقى تروا أكرم بتخصف كده أزقالي الصيام المتقطع أو مولش حاجة أهو عمتاً رمضان فرصة لأي حد حتى لو مش مقتنع بالصيام فرصة حتى لو مش مقتنع بالصيام متقطع احنا بنقولي اي كلام جربنا بقى في رمضان اهو انت كده أصبح في عندك التزام اهو انت كده كده صي حلو بعد بقى ما تكسر السيام بسمع كلامنا في حتة اننا مش هفضل شغال طول فترة الفطار اللي هو بقى من الفطار لحد الصحور بس مش عايزين اكتر من كده في رمضان دي الواحدة يعني انا لو في رمضان اللي جاي ايده اهونا كده كده صي بس هفتر واتصحر وهنمشي على التعليمات الصغيرة على فاكرة انا كده بقول يعني الناس اللي عارفاني تبقى عارفة ان انا كده بقول حاجات يقلب كتير من لا في العادي بنصح بيها علشان بس نبدأ نخش الطريق ايو بس طب انا لحظت حاجة بقى اشققنا في الخليج يعملوا حاجة لطيفة جدا وعجبتني ايه هي يفطره خفيف خالص كأنه ده صحور يعني لقمة خفيفة ومثلا شوية طمر شوية عصير بوساط القهوة العربي اللطيفة دي والصحور هو الاكل اللي بجد فتلاقي بقى فيه المنسف ومش عارف ايه والحاجات الجميلة اللي انا اموت فيها دي انا عجبتني الفكرة قلت اه صحيح تمنى بعض الصحور بصوم لفترة طويلة فأوجب إنه ده اللي يبقى فيه الأكل والفطار أنا مش عايز ده اختراعي بطوة مش عايز أصدم معدتي فعلى ما يبدو إخواننا في شبه الجزيرة بالفطرة كده زبطوها هي فيها مفيش مشكلة لو عايز الأكلة الكبيرة تبقى في الصحور أنا عايز الأكلة الكبيرة على طول لو سألتيني بسراحة بسهولة بس الفطار هو ده هيبوز حتة معينة بس حتة إن أنا هبقى بوزت حتة اللابيض السود يعني ماهونا يا جعانيا مش جعان يا جعان يا مش جعان فأنا لو جعان على الفطار يبقى يأكل لو مش جعان يبقى خلاص هفطر على مايو خلاص واستنى حد ما جو تاني بلاي كانواي طبيعة واسود جعان هيكل مش جعان مش هيكل فما فيش القصة بتاعت خلاص هاخد تفاحة خلاص هاخد شوية طامرة خلاص هاخد يا هنا يا هنا يا جعان يا مش جعان وأنا هجرب على نفسي في رمضان ده إن شاء الله إن أنا هاكل يا إما بروتين مع دهون بس يا إما أكل النشويات بس تنصحينا بأي سكر أنا ما بحبش السكر أبس إينا أنا رجل ما بحبش السكريات لأ أنا بكرر السكر تقولي للناس بلاش سكر لأ طبع خالص وتقليله ما بينفعش لأن السكر إدمان فلما بقلله بالعكس إدمانه بيزيد فالسكر إقطع سكر وليه أعراض انسحاب ورخمة وصاعات الناس بتفتكرها إن دي معناه إن أنا محتاجه دي خلق ودوخة وصداع ومش مركز ففي ناس كتير قوي إن إنما بتقطع السكر جلها الأعراض دي بيقولك يبقى أنا يبقى أنا جسمي محاجم يبقى أنا غضرة بسكر آه يبقى أنا جسمي بيقولي يوم أنا مش عارف أركز من غيره آه دي أعراض نسحاب زي أي حاجة فيها إدمان زي السجاير زي أي حاجة فيها إدمان مش معناه إنني محتاجها بس معناه إن أنا أدمنتها لدرجة إن خلاص ده بقى مصدر الطاقة الطبيعي وهو مش عندي دلوقتي فأنا مش عارف أه نحن لازم هنلتقي كتير علشان موضوع الأكل ده لازم وقتنا خلص المرة دي بس لازم هنلتقي كتير نعود نفكر مع بعض في طريقة الأكلة بقى يعني وأنا باكل كده علشان أشبع ومبسط وأفصل ما بين البروتين والدهون من ناحية وما بين الكرب من ناحية وهلينفع كل الكرب بس ويبقى شاهي وطعم ونطيف يعني هتحلها لي صح؟ لها حل هنلتقي تاني مع دكتور وعد أمين نورتنا وشرفتنا أشكرك جدا من هنا الرمضان بقى بس دكتور وعد أمين كنت أقول لكم كله زي ما أنتوا عايزين ما تكلوش زي ما أنتوا عايزين واحدة واحدة من هنا لحد رمضان وفي رمضان التزموا 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 بنصائح دكتور وعد أمين خصائية التغذية كانت منورانا حالا دلوقتي خلصت الحلقة لحد كده دقيقة هيكون موجود معاكو كريم رمزي ورقم عشرة أما أنا إن كان لنا العمر فنقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التسعة سلامات